ما هي فكرة الأوبرا؟ أي فكرة أوبرا؟ مسرح الأوبرا يمكن حق المسرحيات الخاصة لا 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 أول شيء يزن أنك في تحت الموضوع لأن في أمانة علمية لازم لواحد أمانة علمية وأمانة تاريخية كل واحد يقول لك هو صاحب الفكرة غير صحيح وهذا موثق وممكن أن تزدك إياه عبر الواتساب صاحب فكرة الأوبرا صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أيام ما كان ماسك وزارة الأعلام إن شاء الله وكانت في غرفة وحدة في المحهد الموسيقى وكانت أستاذة عالية حسين يابلها فرقة كاملة لإنشاء فرقة للأوبرا ومن ثم عارف حضرتك صارت في اندثار وما تكمل المشروع فلا كل واحد يقول أنا صاحب فرقة الأوبرا خلينا بالأساس هذه بعد هم من صارحي هذه الحجي سنة كم؟ 68 إذا مغلطانة أو 67 من 68 إلى اليوم تونى الحين أمو بس الحين لا 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 الحين بس يبوني سونا بهرجة يعني يوم من الأيام كدرتوا بمقالتي أو شيء شعبك عنده ثقافة أوبرا؟ ما أدري والله أنا ما أعرف شيء الأوبرا إيه عشان الإمارات عشان العمان عشان أساسا يوم من الأيام أنا ما أنسى يبنى فرقة الفلمينكو من إسبانيا فالفلمينكو ما تقدر يلبسون شورت تلبسوهم شورتات الأوبرا إن شاء الله شام بتلبسوهم كارمن عايدة يمكن نسوى أوبرا كويتية الله يخليك هدنا من الأوبرا كويتية اللي قالوا من A to Z أوبرا كويتية لا تخلي الواحد يكلم ولا أحد يزعل وإلى أب القناة لن أrebو الفرقة من برة أي أوبرا كويتية سوو الأوبرا كويتية خير إن شاء الله ليش خير إن شاء الله سووا أوبرا إنتو محدثونون طلعون احنا مو محدثون موسيقى موسيقى ما تطلعون عود شيء موسيقى نحولها كواتية يمكن القصد منها مسرح عالمي مسرح عالمي خليها على الله سادي طول ما فيه موضوع الشليل وطول ما فيه قمع وطول ما إنه هذا بس الخمسة هني والخمسة هناك وما فيه تنويع وطول إنه ما فيه السيرة الذاتية حق محمد الملة وحق نرمين الحوطي كل من هب ودب قاعد يقول لك أنا عندي الاستاذية وعندي ومسوي أبحاث ومتخصص الكل صار متخصص في الكويت والكل من صار متخصص سياسيين والكل 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 طالما كل لن تجد الكويت مثل ما تريد ادي العيش لخبازه فطال إحنا الآن قاعدين نتكلم في مهرتلات ممكن أقولها لأنه قبل ما يسوون أوبرا أتمنى دايما أطلبها من صاحب سمو أمير البلاد يسوي وزارة ثقافة وزارة ثقافة نفسنا نفس دول الخليج إحنا ما عندنا وزارة ثقافة لابد من وزارة ثقافة خلاص سير ليها ميزانية يسير في مسارح يسير بيتي يلم الثقافة مثل ما كان الشيخ يابر العلي الله يرحمه لا معيال الفن ينزل يشوف شن يبون شكرا